مين هو نجل رجل الأعمال محمد الهواري الأرعن المجرم اللي قتل أربعة من الشباب بدم بارد تعالوا نتعرف عليه معلومات عن نجل رجل الأعمال محمد الهواري كريم الهواري هو نجل محمد الهواري صاحب هايبروان ماركت الشهير كريم الهواري تسبب في حادث الشيخ زايد ومقتل أربعة طلاب على الفور بحسب شهود عيان كان كريم الهواري يقود سيارته تحت تأثير الكحل كريم الهواري يمتلك سيارة أستون مارتن التي قادها أثناء حادث الشيخ زايد كريم الهواري مدمن مخدرات بما في ذلك الهروين ويتلقى العلاج في الخارج لكنه ما زال يشرب الخمر كريم الهواري الابن الوحيد لوالده من مواليد 1991 لك أن تتخيل سيد الفاضل أن القانون المصري في الحالة دي بيقول لك يعاقب من ثلاث لسبع سنوات من ثلاث لسبع سنوات والمرور حتسحب منه الرخصة ست شهور ولو قررها تاني حتسحبها منه تاني شفت أنت رخص في أرواح الناس زي كده شفت شفت في الدنيا قانون بيقول لك أن كريم بيه الهواري اللي قتل قبل كده وقتل ما هو ده أكل عربية بتصدم الناس في الشارع وتموتها أكل عربية بتصدم عربية وبتموت ناس جوه عربية التانية أكل أكل كل ده أكل حد قالك أنك لو ابن راجل مهم ولا راجل ما عاش وقت فلوس في مصر خد عربية جديدة أو حديثة والأمان فيها عالي وانزل دوس في خلق ربنا وآخرها هتبقى سنة مع إيقاف التنفيذ ولو القانون حمر لك عينه هتبقى من ثلاث لسبع سنين وياخد منك رخصة السواقة ست شهور حد قالك كده حد قالك أن فيه عيال ما تربيتش في مصر ماشي بعنتظة وبعنجهية أهليها بلا تربية وبلا أخلاق وبلا ضمير وبلا إنسانية وبلا أي حاجة لأعلاقة بالجنس البشري بيموته في الناس علشان بس البشري عايز يسكر وتلاقي واحدة زعالته ولا واحد صاحبه ومش عارف إيه فسكر هو بيسكر كده عشان يطلع موت ثلاثة أربعة غيروا القانون يا جماعة القانون اللي ما يحترمش حياة ودم الناس قانون ناقص بتقولوا طول ما دمت المصر رخيص أو رخيص اعملوا قانون يقدس هذا الدم اعملوا قانون يبقى الناس عارفة إنها لما تموت وتدوس وتستحل حياة الناس عارفة إن فيه قانون راضع إنما أنا قتلت أربعة عشان سكران وكنت سايق في قاتل خطأ So what أو ممكن أخش أقول لهم So what go I can't understand you يا عم الحج لو سمحت أنا أصلي سويسري فمش فاهم فطلعوا براءة والدولوا سنة ما يقف التنفيذ عمرك شفت كده في الدنيا أنا مش حكالي يعني يعني حرام أنك توجه كلمة الكريم ده قاتلي بس صورة الله يخليك الكريم ده يعني أكيد مش من آدم أكيد معدوم من الإنسانية وأكيد كائن كان مجرم بذاته يعني اللي يستحل دم الناس بالشكل ده والأكتر إجرام هو أبو اللي بيروح يساوم على دم الناس بفلوس والأكتر إجرام القانون اللي سايبهم يعملوا كده فينا يا جماعة إحنا عايزين العدل البلد دي لازمها عدل مش أكتر بكده قانون على الناس كلها طيب هو ده الخبر الوحيد لا 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 ده حاجات كتير جدا النيابة العامة إخلاق سبيل المحبوسين احتياطيا في قضية اغتصاب فتاة بفندق فيرمون ده كان برضو غياب للعدل غياب للعدل واحد فيهم واحد فيهم اللي اتحبس والباقي كله غيابي والباقي كله تمام يلا على مالطة وعلى أبرس وعلى يونان وما فيش حاجة المؤبدة هو السجن 15 سنة لتلاتة متهمين واحد منهم اتحكم والباقيين هيربون والباقيين هاربونين ملاحقة ملاحقة وحبس وإفراج حكاية أبناء الزوات وفتاة تيرمون في النياب سيتي هم هم اللي بيقولوا يعني حكايات طيب حاجات تانية تعالوا نشوف بقى بسرعة كده قبل ما نروح لموضوعنا التاني اخلاق سبيل نجل شقيق رجل أعمال في واقع التسببه بوفاة طالبة بحد استصاده قتل واحدة أخوه هو اللي رجل أعمال فطلعوه براءة براءة تفاصيل الحكم على سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ظابط شرطة طيب ما يديه علشان هو شتمها وشدة اللي بتاعها حبسوها وجرسوها وبعدين برقوها بعد ايه بعد ما رفدوها ابن القاضي النياب المصرية تسلم طفل صيارة المعادي اللي وقف شتم رجال الشرطة وعمل لهم فيديو وقفوا بالمنظره منظره اللي انتوا شايفين ده هالله ما تعملش كده تاني يا بابا عملها بعدها باسبوع حلقوله شعره الله تمانتوا حلوين هوا جماعة ايه الحاجات الرادعة دي اخلاق سبيل الرجل اعمال شهير بكفالة ليه لانه تهم بممارسة اعمال منافية الاداب حاجة بسيطة كده اعمال منافية الاداب فاهم اخلوا سبيل واهم منهم 3% سيدات الاحصاء 9.5 من اليوم مواطن عقول مهاجرة من مصر يا ترى ليه عشان الفقر ولا علشان ما فيش عدالة ولا علشان القهر ولا علشان كريم بيه ابن محمد الهواري ممكن يطلع في الشارع يدسلوا 3-4 منهم وما حصلوش حاجة ابوه عادي يدفع له 30-40-70-100 مليون عادي على كل رأس عشرة والموضوع بيمشي عظيمة يا مصر 20 جنيه الحصة هذا هو الحل لسد العجز العجز بالمدرسين في مصر حاجات بقى لتخصين احنا شايف انت العشرة مليون بتطلع علشان ايه يرشوا واحد في دم ابنه انما ما عندناش القدرة ان احنا نسد العجز في المدرسين فيطلعوا اشتغلوا برا ايه موتوا برا عادي من بيموتوا جوه ايه المشكلة 30 مليون مواطن في مصر تحت خط الفقر نموت ابنك ونديك فلوس عشان انت فقير ما تقبل بقى يا عم وانت تعمل فيها يعني مهم وهكذا يا سيد الفطر